لاتس جو تكون فتحت معاه سكت شغل وعلاقات لحد ما في الآخر إليزابيثة وجيكوب هما الاتنين اتعاركوا مع بعض عشان صفقة وبتاعهم مش عارف ايه بس انت روحت خلصت لهم الدنيا في الصفقة ديت وفي الآخر اكتشفنا ان ميشيل شغالة مع البوليس السري والمفروض ان هي جاي عشان تاخد منك البضاعة بتاعت الصفقة اللي هي كان عليها مشكلة ما بين إليزابيثة وما بين ليتل جيكوب ده غير برضو ان لسه فيه شخص مجهول المفروض ان هو لسه مستنيك واحنا مش عارفين مين الشخص ده فايه بقى اللي هيحصل وانت هتقامل ايه وحنروح على فين؟ ده اللي هنعرفه النهاردة بتبدأ الحكاية وانت سايق منسكلك وبتبقى رايح عن دوين ولما بتوصل هناك وبتدخله جوا بيبدأ ان هو يضيفك وبتاعه مش عارف ايه وبعد كده بيبدأ ان هو يتكلم معك عن نفسه وبنعرف ان هو كان في السجن ولما كان في السجن المفروض ان هو كان مصاحب واحدة وكان مكافيها من كل حاجة وكان سايبلها فلوس وشوقة وبص وكل ما تشتهيه لأنفس لحد ما في الآخر الدنيا جات عليه ولطاشت فيه وفي الآخر دخل السجن بس بعد لما دخل السجن البنت اللي هو كان مصاحبها نصبت عليه واستولت على كل حاجة والمفروض ان هي دلوقتي متصاحبة على واحد اسمه جاي فون وجاي فون دوت المفروض اللي هو مستولي على الفلوس اللي المفروض ان هي بتاعت دوين المهم ان هو بعد ما بيحكي لك حكايته وبتاعه مش عارف ايه بتبدأ ان انت تتأثر بكلامه وبتقول له هستا ما تقلعش انا هيجاتي وبتاعه مش عارف ايه وعزبطلك انا الحوار ده فهو بيقول لك يا عم مش مهمه وبتاع قبر دماغك والشويتين دول فانت بتقول له هستا نهاقف جنبك عشان حاكتين اول حاجة طبعا عشان اتك تمنزه ده امر مفروغ منه وتاني امر ان قصتك تشبه قصتي اوي فعشان كده نهاقف جنبك المهم ان انت بعد كده بتسيبه وبتنزل وبتاخد عربيتك وبتبدأ ان انت تتحرك على محل الفيديو جيم اللي موجود في تشاينا تاون عشان صاحبة دوين القديمة وجيفون اللي هي ماشى معا دلوقتي المفروض انه هم هناك المهم ان انت لما بتوصل هناك بتشوفهم وبتاعه وبتبدأ ان انت تتكلم مع البتو وبتقول له على دوين والفلوس اللي انت خدتع منه والمتعاملين عنه الشويتين دول لحد ما في الاخر جيفون بيبدأ ان هو يفهم ان هو هتعمل عليه كماشا وان هو المطلوب وبتاع فبيضرب عليك طول اتين و بياخد الموتسيكل وبتاحه و بيخرج فانت كمان بتاخذ متسيكل وبتبدأ ان انت تجري وراءه بالطرده وبتفضل تضرب عليه نار لحد ما بتوقعه وبتجيب شخص وفي الاخر بتاخد الفلوس بتايع دوين اللي هي المفروض مع جيفون وبعد كده بتاخد الموتسيكل بتاعك وبتبدأ ان انت ترجع على المطعم اللي المفروض دلوقتي قاعد في دوين مستنيك فيه فبتدخل له جوا وبتاعة ومش عارف إيه وبتقول لأنا صغيت لك الدنيا والشوايتين دول وخلصت لك على جاي فون بس خلت البتة عيشة بقى هي الدنيا إيه تلطى شفيها وتعرف إنه الله حق فهو بيقول لك يا ستا تمام وأحلى مساء عليك والشوايتين دول وبتاعة وبعد كده انت بتسيبه وبتخرج وبكده المهمة بتكون انتهت وانت بتاخد مكافأة 6000 دولار المهم إن انت بعد كده بتاخد بعضك وبتبدأ إن انت تتحرك على علامة الاستفهام عشان تعرف مين الشخص ده اللي المفروض في جهاز الأمن بتاع الدولة المهم إن هو بعد كده بيبدأ إن هو هيتكلم معاك وطبعا بيسيطر عليك وبتاعة وبيقول لك انت عملت وعملت وقتلت مستر فاوستن وسليه فاعمل له هو ايه بيسبتك عشان في الاخر تسمع كلامه فأنت طبعا بتلقطها وهي طايرة بتقول له خلص يا ستا انت عايز يمي لآخر فهم المهم إن هو بعد الموشح الكبير اللي بيقولولك من تهم وبيمسكك بها من دراك اللي بيوجعك والحبتين دول بيبدأ يقولك إن هو نفسه ممسوك عليه حاجة والشخص اللي مسك عليه حاجة ده عايل زكي فشخه وبتاعه مش عارف إيه والشوائتين دول وبعد كده بيقولك على مكان معين المفروض إن الشخص دوت حيروح يستنى هناك وبيقولك لما توصل عند المكان اللي هقولك عليه ده تتصل بي فأنت بتقوله تمام وبتاعه بعد كده بتسيبه وبتخلع وبتروح على اللي سبوت اللي هو قالك عليها ولما بتوصل هناك بتبدأ ان انت تتصل بيه زي ما قالك وبتاعه بيقولك ان الشخص دوت دلوقتي المفروض ان هو عبعت له رسالة عشان يبدل الحاجات اللي هو عايزة منه بالفلوس وبيقولك هبعتلك رقمه في رسالة وانت اتصل بيه وحاول بقى ان انت تجمعه من المنطقة اللي انت واقف فيها دا عشان هو المفروض اللي هناك فانت بقى يدور عليه من رنة بس اتصرف المهم ان انت بعد كده بتفتح الرسالة اللي فرانسيس بعتها لك وبتطلع الرقم وبتتصل بالشخص اللي هو المفروض قالك عليه واسنان ما انت واقف في وسط الناس وبتاعه مش عارف ايه بتبقى شاكك في واحد كده معين لحد ما في الاخر لما بتقفل المكالمة هو كمان بيبدأ انه هو قفل فلما بتتأكد انه هو دا الشخص المطلوب من غير تفكير بتطلع سلاحك وبتخلص عليه وبعد كده بتاخد الحاجة اللي تخص فرانسيس وبعد كده بتاخد بعضك وبتخلع من المنطقة خالص عشان المفروض ان البوليس وامة لا لا اللي الله من الشرطة بتدور عليك المهم ان انت في الاخر بتنجح ان انت تخلع منهم وبعد كده بتروح للمكان اللي فرانسيس مستنيك فيه ولما بتوصل انك بتقابله وبتسلمه الحاجة اللي تخصه دا وبتاعه هو بيقولك احلى مساء عليك ومش عارف ايه والشويتين دول وبعد علي عشان عندي شغل تاني ليك وبعدها بيسيبك وبيخلع وبكده المهمة بتكون انتهت وانت بتاخد مكافأة الف دولار المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتبدأ ان ان انت تتحرك وبتروح على بلاي بوي ولما بتوصل هناك وبتدخله جوا بتشوفه هو بيلعب بليارد والشويتين دول عمال يروق على نفسه وبتاعه وبعد كده بيبدأ ان هو يلمحلك بشكل ما ان هو فاهم ايه بتدى يتخنق من دوين وبتاعه فانت طبعا عشان ابتديت ان انت تعز دوين وبتاعه مش عارف ايه فبتقول له يستديلهم ساحته الراجل لسه برضو طالعه من زن او بتاعه والشويتين دول فاهم ايه الحب الهلوين دول المهم ان هو بعد كده بيبدأ ان هو يتكلم معاك في الشغل على طول وبيبدأ يقولك ان فيه عيل مطلع عليه صمعة في البلد وبتاعه ومش عارف ايه ومخلي شكل وحش بقى قدام الناس اللي بشتغل معاهم وبتاعه ان انا هيلسنتشو الشويتين دول وبعد كده بيقولك على المكان اللي الشخص دوت بيسبط فيه على طول وبتاعه ومش عارف ايه وبعد كده بيديك تليفون جديد بكاميرا وبيقولك لما توصل هناك ساورلي الجروب اللي حيبقى واقف وانا هقولك انا ايه شخص فيهم اللي حتخلص عليه المهم ان انت بتقوله تمام وبتسيبه وبتخلع وبتاخد عربيتك وبتبدأ ان انت تتحرك على الاسبطاية اللي فيها الشخص اللي بلاي بوي اكس قالك عليه ولما بتوصل انك بتيجو قدام جروب كده وبتطلع تليفونك وبتاخد لهم صورة وبعد كده بتبعت الصورة دي لبلاي بوي اكس زي ما قالك وبعدها على طول هو بيتصل بيك وبيقولك على مواصفات الشخص اللي تخلص عليه وبتاع فانت ما بتفكرش كتيره وبتقفل معه بتطلع سلاحك وبتخلص على اللي موجودين كلهم فما مش لسه حضاء اغرية اصلا وبكده المهمة بتكون انتهت وانت بتاخد مكافأة 6750 دولار المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتبدأ ان انت تتجاه على دوين بس وانت في السكة تليفونك بيرن وبنعرف ان ميشيل هي اللي بتتصل بيك فانت طبعا بترد عليها وانت بتتنك عليها وبتاع ومش عارف ايه على السيعة ان انت زعلان وكده بس ايه بتقولك فكاكاستا مش شويتين دول مش وقتهم خالص وبعد كده بتقولك على مكان معين وبتقولك ان انت لازم تروح تقابلها هناك عشان فيه شخص معين مهم جدا في الدولة وعايزك في شغلة حينقلك في حتة تانية خالص وبعد ما بتفل معاك بنبص على الخريطة بنبدأ ان نشوف ان فيه علامة استفهام جديدة بدأت ان هي تظهر عليها المهم ان انت بعد ما بتفل مع ميشيل بتبدأ ان انت تدخل على دوين ولما بتدخله جوه بتلاقيه طبعا كالعاد عاد مكتاب فهم تحس ان روكستر حتى عشان يعايد في اللعبة بس فهم طالهم السجن فهم ايه حانيش هيكر خالص فانت بتقولك اذا انت غلص بقى في حجيبلي كتاب وانا عاد فهم بسمع مالك فيه فبيبدأ ان هو يتكلم معاك عن نايت كلاب معين وبتاعه بيقولك ان نايت كلاب دوت كان بتاعه كان احسن كلاب في بوهن ومازال احسن كلاب في بوهن وبتاعه ناس تاني اخدته بقى واستغلت النواف في السجن عشان تسيطر عليه الشوائتين دول فانت بتقوله يا استه ما تيلعش من اي حاجة اروح لك الكلاب دوت وعرف لك الدنيا وبتاعه مش عارف ايه وبعد كده هو بيقولك على الاشخاص اللي هم مسكين الكلاب هناك وانت بتقوله تمام هاسحس عليهم وبتاعه وبعد كده بتسيبه وبتخلع وبتاخد عربيتك وبتبدأ ان انت تتحرك على نايت كلاب اللي هو قالك عليه ولما بتدخل جوه بتبدأ ان انت تثبت اماكن المديرين والناس اللي هم مسكين المكان وبتاعه وبعد كده بتطلع سلاحك وبتخلص على اول واحد في قد الكاميرا وبعد كده بتبدأ ان انت تعمل عوق وبتفضي الكلاب كله في الاخر بتبدأ ان انت تستقط في تاني واحد فيهم واخر واحد بيبدأ ان هو يهرب من الباب الخلفي لنايت كلاب بالعربية بتاعته فانت كمان بتطلع وبتاخد عربية وبتبدأ ان انت اضطرده لحد ما بتزنقه وبتخلص عليه وبكده المهمة بتكون انتهت وانت بتاخد مكافأة 6250 دولار المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتبدأ ان انت تتحرك على فرانسيس في الاسم اللي هو شغال فيه ولما بتدخله جواب يبقى هو لسه جاي من مأمورية وبتاعه الشوائتين دول وبعد كده بيبدأ ان هو يسحبك على المكتب بتاعه بيقولك قدام الرجالة بتاعته يا جيمي المهم ان انتو لما بتدخله المكتب جوا بيبدأ ان هو يتكلم معاك عن محامي معين كده والمحامي دو اتمسك عليه شوائية حاجاته وتديه عرى الشمس وبعدها بيقولك ان هو عايزك انت تجيب له الورق دوت من الشركة بتاعته بس بخطة صعيعة فشغ والخطة هي عبارة عن ان انت المفروض هتقدم في الشركة ديت عشان هم عايزين موظفين يشتغلوا وبتاعه فانت هتقدم على انترفيو عادي وبعد ما تقدم على الشغلة ويتحدد لك معاد انترفيو فاو انت جوا الشركة حيبقى أسهل ان انت تجيب الورق ده وبعدها بيقولك ان هو حيبعث لك كل حاجة بالتفاصيل على الايميل بتاعك وبيقولك قبل ما تروح الانترفيو و حاول ان انت فاعم ايه؟ عني تلبس بادلة و بتاع فاعم اييه شوقتين بتاعه موظفين دور المهم ان انت بعد كده بتقوله تمامه وبتاعه وبعد كده بتاخد بعدك وبتبدأ ان انت تتحرك الانترنت كافية عشان تفتح الايميل وتاخد المعلومات اللي فرانسيس بعتها لك ولما بتروح الانترنت كافية وبتفتح الايميل بتاع فرانسيس بتبدا ان انت تدخل على الموقع بتاع الشركة وبتعرف مين الأشخاص اللي هم مدورينه والمحامين الكبار اللي هم مفروض ان انت تخلص عليهم وبعد كده بتبدأ ان انت تقدم على الشغلانة زي ما فرانسيس قالك وبتاعه وبعدها بشوية الناس بتتصل بيك من الشركة وبيحددولك مهد على الانترفيو والدنيا بتبقى تمام بس انت بتكبر دماغك من الانترفيو دلوقتي وبتركنه وبتبدأ ان انت تتحرك على المكان اللي ميشيل قالتلك عليه ولما بتوصل هناك ميشيل بتبدأ ان هي تقابلك وبتاعه طبعا انت بتبقى لابس عليها الوش ومش عارف ايه بس هي في الاخر بتاخدك وبتوديك عند المكتب بتاع الراجل اللي عايز يقابلك بغير ان هي قبل ما تدخلك على الراجل ده بنعرف ان اسمها الحقيقي مش ميشيل وان اسمها الحقيقي كارين المهم ان انت بعد كده بتدخل على الراجل ده وبنعرف ان الراجل ده حد تقيل جداً في جهاز الامن اللي هو اعلى من فرانسيس بقى فهم؟ اللي هو اي حد من اللي فوق فوق بقى فهم؟ رطبة عالية وطبعاً كالعادة عشان هو رطبة كبيرة فبيعط بقى يسيطر بيقولك الملفات اللي عليك والحاجات القديمة وبش عارف ايه ومستر فاوستن واللي قتلتهم فاهم ايه الشوائتين دول وفي الاخر بيبدأ ان هو يتكلم معاك في الشغل على طول وبيقولك على واحد اسمه أوليك وبيقولك ان أوليك ده هو اتبع فاهم عايل مش جاي معنا سكة وبتاعه مش عارف ايه واحنا عايزينك ان انت تجمع لنا معلومات عنه فانت بتقوله تمامه وبتاعه مش عارف ايه بس قبل ما تمشي بتسأله على اسمه وهو في الاخر مش بيرضى يقولك اسمه ايه وبعد كده بيمشيك من المكتب عنده المهم ان انت بعد ما بتخرج من عنده بتاخد عربيتك وبتبدأ ان انت تتحرك على المكان اللي هو قالك عليه اللي فيه أوليك اللي المفروض تجمع معلومات عنه ولما بتوصل عنده البيت بتكسر الباب ولما بتدخل جوه مش بتلاقي اي حد والشقة بتبقى فاضي خالص بس بيبقى فيه لابتوب قدامك فبتبدأ ان انت تقعد على اللابتوب بتاع قوليك دوت وبتاعه لما بتفتح اليميل بتاعه بتستنتج ان هو المفروض رايح عند واحد صاحبه عند محل مجوهرات وبعد كده بتطلع تليفونك وبتكلم الراجل اللي احنا مش عارفين اسمه دوت وبتقوله على المكان بتاع قوليك وبتاعه وبعد كده بيقولك ان ان انت روح على المكان اللي هو فيه دلوقتي ده وخلص عليه فانت بتقوله الكلام على ان احنا كنا متفين ان انا جمعلك معلومات بس وبتاع فهو بيقولك يا استسمع الكلام بدل معي حنوديك فينا النوس خالص مش هيبقى فيه زيت ايه فور اصلا فانت بتقوله على ايه يا عم وبتقفل معاه وبتاخد عربيتك وبتبدأ ان انت تتحرك على محل المجوهرات اللي المفروض قوليك قاد في دلوقتي ولما بتوصل هناك قوليك بيبقى لسه جاي بالعربية بتاعته عشان يقابل صاحبه وبتاع بس بعد كده بياخد باله ان انت مرقبه فبيبدأ ان هو يهرب منك فانت طبعا بتدور العربية وبتطلع وراه لحد ما في الاخر بتحصله وبتسنقه وبتخلص عليه وبكده المهمة بتكون انتهت وانت بتاخد مكافأ 6500 دولار المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتبدأ ان انت تتحرك على اليزابيثة بس وانت في السكة تليفونك بيرن وبنعرف ان بلاي بوي اكس وهو اللي بيتصل بيك ولما بترد عليه بيبان عليه ان هو متوتر وبتاع ومش عارف ايه وبيقولك يو ستا الدنيا بتنهور مني وبتاع ومش عارف ايه وعايز ان انا قبلك ضروري عشان عايز اتكلم معك فانت بتقوله تمام وبتاعه ومش عارف ايه وبتافل معي وبعد كده بتبدأ ان انت تدخل على اليزابيثة ولما بتوصل هناك بنبدأ نشوف اليزابيثة وهي متوترة وخايفة وبتاعه وبتبدأ ان هي تتكلم معاك وبتقولك الحكومة بدأت تمشي وراي وقربت إن هي توبض علايا وشويتين دول وبتبقى عادة خايفة بقى ومتوترة وبتقولك ساعدني واعمل هي ومش عارف إيه وشويتين دول لحد ما في الآخر الباب بيخبط وبنعرف إن ماني مؤسس كوميونيتي ذا ستريتس اللي أنت كنت شغال معاه إن هو اللي بيخبط فبيدخل هو والكاميرا مان بعشان يزبط حالة بقولك إحنا الستريتس مان بص مان بنوضي على مش عارف إيه وبعد كده بتقولك إن هي تعرف دكتور أعضاءه وبتاعه مش عارف إيه أخدهم في العربية ودهم له فبتخرج من عندها وبتاخد العربية اللي فيها الجسس وبتبدأ إن انت تتحرك على الدكتور اللي هي علتلك عليه ولما بتوصل هناك عند المكان دوت الدكتور بيبدأ إن هو يظهر وبيتكلم معاك وبتاعه انت بتقول له بص حاجات فريش لسه خلصة فقام من شوية إليزابيثة لسه مخلصة في الدبيحتين هو بيقولك تمام وبتاعه مش عارف إيه وبياخدهم منك وبيخلع وبكده المهمة بتكون انتهت وإنت بتاخد مكافأة 3000 دولار المهم إن انت بعد كده بتاخد بعضك وبتبدأ إن انت تتحرك على بلاي بوي اكس بس وإنت في السكة تليفونك بيرن وبنشوف إن رقم مجهول هو اللي بيتصل بيك ولما بترد بنعرف إن باتريك هو اللي بيتصل بيك وباتريك دوت المفروض إن هو أخو فرانسيس وفي الآخر باتريك بيعرض عليك إن ان انت تشتغل معاه وبيقولك إن هو مع شوية شغل عايزك تخلصهم وشايف إن انت الراجل المناسب للشويتين دول والكلام ده وإنت بتقوله تمام حبقى عدي عليك وبعد كده بتقفل معاه ولما بنبص على الخريطة بنبدأ نلاقي إن مكان باتريك بدأ إن هو يظهر عليها المهم إن انت بعد كده بتطول وبتبدأ إن انت تروح على بلاي بوي اكس ولما بتوصل هناك وبتدخله جوا بيبدأ إن هو يتكلم معاك وبتاعة ومش عارف إيه وببزنس بقى رايح في دهية ومش عارف إيه وبعد كده بيبدأ إن هو يلمح لك إن هو عايز يخلص على دوين فأنت بتقوله ياسته تخلص على دوين إزاي ومش عارف إنتو الاتنين صحاب وأخواته مش عارف إيه بس هو في الاخر بيقولك انا مش عايز اخلص على دوين وانا مش هخلص على دوين وانا ما اقدرش ان انا خلص على دوين بس انت تقدر وفي الاخر بلاي بوي بيحاول انه هو يلف الدنيا ويخليك ان انت تخلص على دوين وبيقولك لو نفستله الطلب ده حيديك كمية فلوس عمرك ما حلمتي بيها فانت بتبدأ ان انت تقلبها في دماغك شوية وبتاعه بعد كده بتقوله هفكر وحبقى رد عليك وبعد كده بتسيبه وبتخلع بس بعد ما بتسيب بلاي بوي اكس بشوية دوين بيبدأ ان هو اتصل بيك وبيبدأ ان هو برضه يقولك نفس الكلام على بلاي بوي اكس وفي الاخر بيعرض عليك ان انت تخلص عليه فانت برضه بتقوله نفس الكلام يا ابن استهدو باللانت اخواته وصحابه الشويتين دول وبتاعه وفي الاخر بيقولك انا جبته اخري منه وفكر في الموضوع ورد علي فانت بتقوله تمام هفكر في الليلة دي هتعبتاعه ومش عارف ايه وبعد كده بتقفل معه ودلوقتي المفروض إن فرانسيس لسه مستنيك إن أنت تروح الأنترفيو بتاع الشركة عشان تجيب له المعلومات المهمة اللي المحامي مساك عليه من هناك ده غير الراجل اللي إحنا لسه مش عارفين اسمه اللي ميشيل المفروض إن هي عرفتك عليه برضو بيكون لسه مستنيك عشان تخلص له شغل ده غير الحكاية اللي دايرة ما بين بلاي بوي إكس ودوين والمفروض إن انت محطود في النص وهو دوت المفروض إن هو عايزك تخلص على التاني والتاني برضو عايزك ان انت تخلص على ده فايه اللي حيتم مما بين بلاي بوي اكس ودوين وانت في الاخر حتوقف في صف مين ده غير ان احنا لسه مش عارفين باترك اخو فرانسيس دوت بيبيع ايه وانت منين معاك بيودي على فين ده هنعرفوا الفيديو الجاي ازل بالاوترو ومن هنا حلقة النهاردة تكون خلصت يا رب ان هي تكون عجبتك وطمع ما تنساش على الفيديو ده ان انت تعمل لايك ولا اول مرة تشوفنا وعجبك المحتوى فتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنساش ان انت تجلنا على الانستجرام عشان على طول هناك بنزل ستوريز وبننبه الناس للناس اللي مش بيجيلها نوتيفيكاشن على يوتيوب ان في حلقة نظرت لنا هتلاقي اللينك في الديسكريبشن وفي اول كومنت ويه بس كده سالك